السلام عليكم ورح تلاه وبركاته كيف الحال شباب شهدتكم بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة من الحلقة لنا اليوم هنشوف ونستكمل سلسلة أفخاخ شطرنج ببيدق الملك أنا ناوي من خلال هاي سلسلة انه اعمل ريبرتوار او افتتاح كامل اليك افتتاح هنحكيه انه مخادع شرس وانت من غير ما تضطر انك تفوت بلاينات سيئة يعني انك اوكي بتلعب بلاينات مخادعة في افخاخ كتير لكن ما تضطر انك تفوت بلاين سيئة الحلقة الاولى شفنا e4 e5 نايت F3 نايت c6البشوب على c4 الحلقة الماضي شفنا نايت F6 وحكينا انه في نقلتين اساسيات نايت F6 وبيشوب c5 حلاء خلونا نشوف نقلة بشوب على c5 على بشوب على c5 رحيم انبيت قصير هون التكمل الاساسي عند اللعب الاسؤال هيي لعب نايت على الف6 لأي لعب قوي أو لعب عادي بشكل عام دارس هو النقل D3 أو C3 لكن هون رح نلعب نقلي كمان ملعوبة يمكن 3 أو 4 أكثر نقلين لعابا اللي هي D4 هاي النقلية كثير رائعة هم لا راح شرح لكم شو الأفخار خليفية وشو النقلات الأساسية عند اللعب الأسود هو ممكن يأكل هذا الجندي ب3 قطعة ممكن أنه يأكل بE-Tex-D4 بجندي E أو Knight-Tex-D4 أو بشوب-Tex على D4 وممكن أنه يرجع ويخوان أي نقلة بالأحمر فهي خسارة أو بتودي للعنات سيئة يعني وإذا بالأصفر يعني ماشي حاله أو بالأخضر يعني هي أحسن نقلة فأنت دائما ركزتي على الأخضر يعني ركز على كلهم يعني بس أنت عارف شون ترد على الأخضر تحديدا خلونا بلش أقول شي بE-Line Knight-Tex على D4 أو خصمي أكل بالأحصان هذا إذا خصمي أكل بالأحصان فالأحصان ترك حماية جندي E5 فأنا الأمن ممكن أنه أكل نايت-Tex على E5 طالب أنه أكل نايت-Tex F7 أو بشوب-Tex F7 فأخصمي بيكون عنده خيارين يعني أنه يبيت عشان يكون حامل F7 يعني أنه يلعب D5 ألا لو بيت هو هون قصير فأنا بيجي هون بشوب على E3 طالب الأحصان إلي على D4 بجأة بتلاحظ أنه الأحصان ما عنده أي مكان يروا عليه ولو إجي هون عادي أنا بأكل وهي كوي بيطر يخسر قطعة إلا إذا إجا نايت على E6 عشان شو راجع بالأحصان يحمي الباشر اللي هون أنا بهذا الوضع لو خصمي فات بهذا الليين بكون نكسب جندي ليش لأنه بعد B-Tex على E6 أنا بهذا الوضع خد قطعة لو أكلت هيك أو هيك أنا بكون نكسبت الفيل فأجبار أنت بهذا الوضع تأكل فيل على E3 وبعد B-Tex على F7 كينغ على H8 وبشوب على V3 أنا طالب طلبين طالب أنه أكل الفيل اللي على E3 وطالب نايت على F7 فورك على المليك والوزير طيب خلونا نرجع لورا فهون غير التبيت في D5 خلونا نشوف D5 لو خصمي إجا D5 على D5 أنا بأكل E-Tex D5 والفكرة أنه بشوب على E3 كمان مرة تهديد واللحصان هذا ما بكون عنده أي مكان يروع عليه فبدي أفضلط أنه هو هون مثلا بيت قصير بشوب على E3 هذا الوضع لحصان مطلوب وما عندك تر نقلات فبيضطر هون اللعب الأسود أنه يلعب مثلا بي 5 بشوب تيكس على D4 بهذا الوضع بعد بشوب تيكس D4 كوين تيكس D4 بي تيكس D4 نقلت نايت C3 بهذا الوضع تعتبر منتازة وأنت دائما خليك ما تذكر أنه طول ما أنه أنت فوتت بهذا اللعب فأمورك سليمة لو خصمك أكل يعني نايت C4 أنت أكلت هون بتكون أمورك سليمة لأنه بعد ما يأكل بشوب عفوا بعد ما يبيت أو يلس D5 أو أي أن كانت نقلته بعد بشوب على E3 للحصان هذا حيعاني طيب فهي خلصنا من نقلة نايت C4 خلينا نشوف E-Tex على D4 لو خصمي أكل هون E-Tex على D4 فأنا بلعب E5 على طول طالب الحصان وهيكصر معنى لين شرحناه بالحلقة الماضية وشفنا الأربع الردود هاي لو أنت ما شفت الحلقة الأولى فلازم أنك تروح تشوفها فهيك إحنا مكون خلصنا من لين E-Tex D4 ونايت C4 وهو للنين سيئين وسديني أنه راح تكسب بـ 90% أو يعني حتكسب شكل عام لو ما كسبت فبيكون أنت غلطان بالمدل جيم خلونا نشوف هلأ بيشوب على البيسكس لو خصمي أرجع بالفيل تابعه بهذا الوضع أنا ممكن أكل D-Tex E5 طالب الحصان هون الأسود بيكون عنده خيارين يأنه يأكل على E4 يأنه يجي نايت C4 ألا لو كان زكي حي يجي نايت C4 بس هون بعد نايت C4 وهذا جيم اللعبته أنا عرض الواقع بـ game رابد وكسبت هذا الجيم وكان ضد واحد تصنيفه 1700 تقين عرض الواقع يعني وجيت هون أنا كوين على D5 طالب الحصان إلا علىنا E4 وطالب كشمات من F7 فهذا الوضع أكيد اللعب الأبيض بيكسب فـ NatTex E4 غلط إجبار أنك هون أنت تيجي نايت على G4 وبعد نايت على G4 هون فئة أكتيك رائع جدا بيكسبك الجيم هو الفكرة أنه بعد كينغ تيكس F7 نايت على الجي 5 كينغ على E8 وكوين تيكس على الجي 4 هيك بيكون أنا إكسبت يعني خليحكي جندي ووضعي كلات وتمام هون شغلة إضافية حاب أحكيها لو خصمك إجه على الجي 8 ممكن أنك تعطي كشمات بنقلة واحدة لكن هذا الشي يعني ما دائما بيصير وهيك هيك أنت يعني لازم تفكر دائما وخصمك حيلا بأحسن شي وهذا الوضع فعليا أنت وضعك ممتاز لأنه خصمك مانيك وسيء خلينا خلصنا ثلاث نقلات ثانوية آخوهان هنكي ثلاث نقلات مانا أساسية أو هن الأساسيات بصراحة حتى أكثر نقلة منعوبة هون بهذا الوضع هي بيشيب تيكس دي 4 هلا حننشوفها لكن بعدها على طول بيجي إي تيكس دي 4 شوفنا شون إي فاب بالحلق الماضي سيئة ونات تيكس دي 4 شوفنا شون سيئة فغلونا نفوت على الجد ونشوف لاين بيشيب تيكس على دي 4 هذا الوضع أنا رح أكل الفيل وطبعا يعني أنت ما تفكر فيه منطقيا أنت لو ما بتعرف هالفخ كأسود مستحيل تأكل بيشيب تيكس دي 4 لأنك ما بدك تتعطيم يزي تلفيلين فصعب أنه خصمك يشوف هاي النقلة أنت رح تأكل نات تيكس على دي 4 وهون كالعادة الأسود عنده خيرين يا اي دي 4 يا نايت تيكس دي 4 لو أكل هو نايت تيكس على دي 4 عادي بكمل هون بيشب على الجي 5 رابطة للحصان والفكرة هون أنه أنا نوعا ما بهدد بيصيرها لأنه ايجي نات سي ثري نات على دي 5 أت سيكس مثلا هون طالب الفيل بيشب على الجي 4 راجع لورا جي 5 طالب فيلي هذا الوضع أنا عندي نقلة جدا جميلة اللي هي أفور هلا هذا لا الثاني كتير رهيب الفكرة هون أنه لو خصمي أكل عنده ثلاثة خلاني أختيارات لو أكل جي تيكس على الهت تيكس أنا هون باكل طالب الحصان وطالب الحصان الثاني ولو هو بهذا الوضع أكل الباشا اللي هون فأنا باكل الحصان وبشكل عام يعني بكون الوضع سيء لأنه بهذا الوضع بعدما تأكلني أنا باكل الحصان هلا بيكون الضغط عليه كتير كبير وكتكس أفور صاني على الأف سيكس علي الضغط كتير كبير ما بتضر تحركه لأنه القلعب تسقط فهون أنت مثلا لو أكلت جي تيكس أفور آخر شي معناي هون اليوم أو خلاني نحكي بهذه التفريعة فيها روك تيكس أفور بعدما تأكلني أنا باكل هون والحصان هلا ساقط لا محالة فهذا كمان فخ جميل هون لو بعد بشب جي فايف خصمي لعب لي أت سيكس جي فايف وبشكل عام لو هو مثلا ما بدي أفترض أنه ما لعب شي أنت رح تكمل لان سي 3 وحتم تضغط على هذا الباشا وعندك ميزة فلين وعندك تعويض مرتبة عن الجندي وأنا بفضل أنه يكون الأبيض والإنجن يحطي أفضلية بسيطة لللعب الأبيض خلونا نشوف إي تكس دي فور لو خصمي أكل إي تكس دي فور هلأ خدها دائما قاعدة بهالابتتاح إذا خصمك أكل إي تكس دي فور وسمح لك بي إي 5 دائما إلعبه هنا أنا طالب الإحصان إيا هو بيحرك حصانه على الإي 4 إيا أنه بيأكل الجندي إيا أنه بيلعب دي فور خلونا نشوف ثلاثة احتمالات هنا هات إي فور دي فايف هنا هات تكس دي فايف لو أكلنا التكس على الإي 5 فبعد روك على الإي 1 أنا هيك بيكون روبط الإحصان نقلت الجاي حتكون أفور وانت هيك بتكون أخسرت قطعة فخلونا نفوت على الإحتمال الثاني اللي هو ينات على الإي 4 هنا الوضع عندي نقلة كاسبة أو بتكسب لهي كوين جي فور طالب الإحصان وطالب الجي سابن وبعد ما أكل كوين جي سابن ويكون طالب كشمات من الأف سابن فبتكون عندك صعوبة خلونا نحكي بحماية التهديدات فهون بتم عندك آخر نقل هلا اللي هي الدي فايف على دي فايف هون راح يناكل إي تيكس على الأف سكس وهذا أحسن لين ممكن يفوت في الأسود هون بعد دي تيكس على سيفور راح يناكل على الجي سابن طالبين القلعة بعد روك على الجي إيت راح ينلعب كوين أج فايف والفكرة هون أنه بدنا نيجي روك إي 1 بدنا يصير عندنا تهديدات لأنه مثلا هون لو الخصم أكل ممكن أنه نيجي روك إي 1 بشوب إي 6 غلط لأنه في تيكس وكينج هون كالية بشوب إي 6 فبعد كوين أج فايف بصير في لعب حامي روك إي 1 بتكون تهديد مع بشوب جي 5 وهذا الوضع ممتاز اللعب الأبيض والأسود لازم يكون يعني خانحكي جدا حريص ودقيق جدا بالدفاع الآن لأنه هاي الحلقة شوي كانت طويلة وكان فيها أربع خيارات أنا بحب أنه ألخص كل شي عشان اللي خانحكي يعني شاف الفيديو كامل ما يطلخ بط ويطلع من هاي الحلقة جاهز بشوب سي 4 في خيارين نات أف سيكس و بشوب سي 5 نات أف سيكس شرحناها الحلقة الماضية خانشوفها هلا بشوب سي 5 على بشوب سي 5 حنبيت ونسمع أنه هون الأسود بكمل نات أف سيكس وهون حنلعب الدي 4 لو خصمي أكل نايت تيكس هون فأنا بأكل وشوف ناشتون بعد هيك بصرفي فكرة بشوب على الـ E3 ولحصان هلا بصرفي على المشاكل لو خصمي أكل بشند الـ E دائما 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 لما خصمي يأكل إي تيكس على الدي 4 فلعب E5 وهذا الشي بنقولنا لا الحلقة الماضية فهون بتم أنه خصمي يجي بشوب على البي سيكس لو أجي بشوب على الدي 6 فأنا بأكل على الـ E5 هون لو خصمي أكل هون فبصير في هذا التكتيك ولو خصمي هون أكل أو إجي نايت تيكس أنا شكلي ما شرحت هاي النقل لا أشرحتها وننام ناكل هون بشوب تيكس F7 بعد كينغ تيكس F7 نايت تيكس نايت تيكس من ناكل الحصان تبعنا وبيكون عنا جندي زيادة وما لكي خصمنا غير آمن طيب غير بشوب على البي سيكس آخر نقل هي بشوب تيكس دي فور آسف رح يناكل الفيل ورح يكون عنا مزة فلين رهيبة لو خصمي أكل نايت تيكس دي فور بكمل بشوب جي فايف وشفنا هيدا اللي تريك اللي هو تبع اتسكس بشوب جي فايف لو خصمي طمع وشفنا نقلة F4 لعلامة تعجب ولو خصمي أكل اتكس دي فور فبلعاب اي فايف كمان مرة لو خصمي أكل بيجرو كي وان لو خصمي اجي نايت على الـ E4 فهي كوين جي فور ولو خصمي لعب دي فايف فأنا باكل بعد ما ياكل باكل بعد هيك بتبعه بكوين اتش ويف فهاي كانت الحلقة بتمنى كانت مفيدة للكون هاي السلسلة ما اخرت خنحكي الـ attention او اه خنحكي المشاهدات واللايكات والانجذابية اللي أنا كنت بتوقع اللي بصراحة كتر رهيبة يعني أنا أكبر مستفيد منها وبلجت ألعب E4 وإكسب كتير جامات من وراها فأتمنى انوا اخوان تشاركوها وتحطوا لايك وتنشروا المقطع هذا بكل مكان وبكون الكون شاكر جدا 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء جميعا